من الآيات والسوري وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبري من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكري تضيء معالم غراء وملء السمع والبصار معالم ترسم الدرمى وتؤثر العقل والقلب بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معالم قبل قرابة تسعة قرون قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في شأن منكر وجود الخالق سبحانه إن هذا المذهب المادية لم تقل به إلا شرذمة يسيرة من ذو العقول المنكوسة والآراء المعكوسة الذين لا يؤبه لهم ولا يعبأ بهم فيما بين النظار كان هذا ما قاله الإمام رحمه الله في ذلك الوقت بينما أفادت دراسة حديثة أن هناك دولا غربية تصل نسبة الإلحاد فيها إلى سبعين بالمئة وأن فرنسا على سبيل المثال تبلغ نسبة الملحدين فيها خمسة وأربعين بالمئة وألمانيا خمسة وثلاثين بالمئة وأمريكا عشرة بالمئة من بينهم علماء ومثقفون وأساتذة جامعات وإذا أضفنا المتشككين إضافة إلى منكر وجود الله قطعا فإن النسبة تتضاعف أضعافا مضاعفا بين هذين الواقعين مسافة كبيرة جدا ما الذي حدث وكيف تحول الإلحاد من مشهد شاذ نادر إلى خطر يتهدد شبابنا وبناتنا ولو بنسبة جزئية كيف نحصن مجتمعاتنا وما أبرز الإشكالات والشبه التي يطرحها حملة هذا المذهب الرديء أسئلة نتدارسها مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين رئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم حياكم الله شيخ محمد وإياكم وكرمكم الله الموضوع لا يخلو من إشكالات ومن دقة ولكننا بحاجة لمناقشته لما ذكرت لكم من هذه الأمور وسنناقش ثناء الحديث إلى أي مدى هذا الموضوع شكل ظاهر مقلق أو هو مجرد أمر عابر أحب أن أبدأ شيخنا بما تعود البدأ به في تحرير المسائل وهو بيان المدلول اللغوي والاستعمالات لهذه الكلمة كلمة الإلحاد وجذرها اللام والحاء والدال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللام والحاء والدال وأصل للميل معناه الميل وطلق الميل جاد ومنه اللحد لأنه ميل عن وسط القبر إلى جهة القبلة وألحد عن الطريق معناه مال عنها وتركها وألحد في الأمر بمعنى حفر فيه أو اتخذ فيه خبنة أو شيء أن يخفيه وهو من الميل أيضا؟ نعم كلها ترجعه إلى الميل ما وجه الحفري في الميل؟ أنه لم يصير في الجادة ولا في الطريقة المستقيمة وإنما ما لعنها ما لعنها نعم وجدت في المعاجم من يقول ألحد به يعني أزرى به من الإجراء والإهانة فهل هو أيضا من هذا المأخذ؟ تقريبا يكون من هذا لكن هذا يمكن أن يكون من المجازات لكن كثير من المعاجم لا تعتني بالبيان المجاز من الحقيقة إلا الزمخشري بالأساس فهو الذي يهتم بهذا الجانب ألحظ به أي قال عليه باطلا نفس الشيء هذا مثل أزرابي طيب في كتاب الله عز وجل تكررت الكلمة في عدة مواضع نستعرضها ونحاول تبين معناها قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه بالنسبة للحادي في أسمائه هو الإيمان ببعضها والكهر ببعضها مثل ما قالت قريش قال وعرفنا الله فمن الرحمن فاستنكر الرحمن وهو سوم من أسماء الله فقال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ورد الله شبهتهم فقال وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنا اسجدوا لما تأمرنا وزاده نهورا وقال قل يدعو الله أو يدعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فإلحادهم في أسمائه هو إيمانهم لبعضها ونكرانهم لبعضها وهو أيضا من الميل وهو من الميل لأنهم مالوا عن بعضها إلى بعض وهي كلها الأسماء الحسنى لله جل جلاله ولكن سبب النزول لا يخصص عموم اللفظ فكل إلحاد في أسمائه داخل في ذلك ومنه ما يذكره العلماء من أن اللحن في أسماء الله أو حذف بعض حروفها اللحن اللغوي اللحن اللغوي في أسماء الله أو حذف بعض حروفها داخل في الإلحاد مثاله؟ مثاله قول النظم نفو من اسم الله لفظ الهائفة الحدو في أعظم الأسماء تب والذين يقولون هو أخذ من هائفة نفس الشيء من هذا الذي يقول عبد الله ونحو ذلك إذا تعمد ذلك فكانه حذف الهاء من اسم الله نفو من اسم الله لأنه يضم الأسماء ما يقال في عبد الله مثلا نفس الشيء كله يتحرج منه يتحرج منه واللحن إذا رفع منصوبا أو نصب مجرورا كذلك تقريبا لأنه تغيير لما هو محترم والمحترم لا يغير طيب لسانه الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين كان لشيبة بن ربيعة عبد اسمه قداس في الطائف في مزرعة له من العنب عداس قصر وكان عداس من أهل العراق من نينواء وقد لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه وقد علم شيئا من شأن الكتب السابقة أن نبيا سيبعثه في آخر الزمان فحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أجي بلاد الله أنت فقال من نينواء قال مدينة أخي يونس بن متة فبكى وكب على قدميه يقبلهما ورأى ذلك شيبة بن ربيعة فأخبر قريشا فقالوا هذا الذي يتلقى عنه علمه والقصص التي يأتي بها وقد كذبهم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب أصلا ولم يعلمه الله الكتابة وهذا الذي يلحدون إليه يجميلون إليه فيزعمون أنه الذي يأتيك بهذه العلوم أعجمي لا يتكلم العربية وجدت بعض من يقولون وهذا لسان عربي مبين هذا القرآن أفصح كلام وأرقاه فكيف يكون الأعجمي الذي لا يكادوا يفهموا كلمة من العربية ولا يتكلموا بها كيف يستطيعوا أن يكون شيخا لمن هو أفصح الناس هل تفسيره هنا يميلون إليه أو يميلون إليه القولة يعني ينسبون كل ذلك ممكن والمدلول هنا مدلول لغوي محط ليس فيه معنى الكفر إذا كانت الأحدة بمعنى مالة وألحدة بمعنى أمالة يكون هذا التفسير كذلك لكن هو بالإمكان أن تكون ألحدة بمعنى مالة أيضا في المعاجم فيها أن فعلة وأفعلة في هذا الباب بمعنى واحد وفيها التعدية من الممكن أن يكون ذلك التعدية لأن كل نشد فيه الثلاثي وشد فيه الرواعي والهمزتي فيمكن أن يكون معدن بالهمزتي ويمكن أن يكون موافقا هذا يسمى الموافقة وموافقة الرباعي للثلاثي في المعنى هو عداس شيخنا بالتخفيف أو عداس يبدو أنه عداس لأن إذا كانت عداس فهذا تعريب لها لأن عداس فعال من العربية ولا يصح التضعيف الله أعلم المروي هو عداس والمدينة هي نينوى بكسرنوني أو نينوى بفتحها كلتا هم لغتان نعم طيب قوله تعالى أن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا بيّن الله سبحانه وتعالى أن الذين يلحدون في آياته فيقبلون بعضها وينكرون بعضها ويقولون هذا جميل وإذا جاء غيرهم مما لا يوافقهم أعرضوا عنه وقد كان هذا في مكة في المشركين من قريش فكان يعجبهم بعض ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه ذكر لهم أو فيه ما يوافق تعظيم الحرمات التي يعظمونها فإذا جاء شيء فيه توحيد الله شغب عليه وإنكار لآلهتهم مالوا عنه وقالوا لولا اجتبيتها فرد الله ذلك فقال قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي وكان أيضا في المدينة عندما جاء اليهود فكانوا إذا سمعوا شيئا من القرآن يعجبهم قالوا هذا صحيح وهذا لا يكون إلا وحي منزلا فإذا جاء ما يخالف ما هو عليه قالوا هذا مفترا وكذب فكانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض في بعض التفسير شيخنا تفسير هذه الآية بأنها اللي يلحدون في آياتنا يعني الكفر والعناد وفي بعضها اللغط والضجيج والمكاء والتصدية شغبا على النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل الآية هذه المعاني تحتمل هذه المعاني لكن من نسبة المكاء والتصدية كان عبادة عند قريش حول الكعبة لكنهم كانوا أيضا ولغوا فيه ربما هي الآية أقرب ولغوا فيه هذه فيما يتعلق بالرفع الصوت عليه والغناة والمزامير فتفسير الإلحاد هنا بهذه المعاني من جهة أيضا كلها ميل عنه كلها ميل عنه وإمالة للناس عنه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب السعير الله سبحانه وتعالى بيّن حرمة البلد الحرام وقال فيه إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فمن يرد فيه أي في الحرام بإلحاد بظلم الباء هنا الأولى التي هي بإلحاد راجح فيها الزيادة لتقوية الإسناد يعني يرد فيه إلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم والباء الثاني معلق بإلحاد أي نعم يعني ألحد فيه بظلم ألحد فيه بظلم واختلف في الإلحاد هنا المقصود قيل الميل إلى الظلم كالقتل فيكون القتل هو المقصود وقيل المقصود به كل أنواع الظلم وقيل المقصود به لإحداث كما في حرم المدينة الذي حرم فيه لإحداث كما في حديث من أحدث فيها وآوى محدثا من أحدث فيها أحدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لا يقبل الله من صرفا ولا عدلا وعموما تفسيرها بالشرك كذلك قال بعض الناس لكن هذا كله من تفسيرات السلف التي قال فيها شيخ الإسلامي من تيمية تفسير السلف لا يقصد به الحصر وإنما يقصد به لإفهامك من سألك عن الخبز ما هو فرفعت له خبزة فقلت هذا الخبز فليس معنى كلامك أنك تزعم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعت بالمقصود ما يفهم به هو الخبز هذا مثال ولذلك أقوال السلف المروية في هذا كثيرة عن ابن عباس وعن الضحاك والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم في ذكر الحرم في ملاحظة ظهرت لي أثناء التأمل وهو أن الميل الذي تفسر به كلمة الإلحاد يعدى بإله ما لا إلى كذا أو ما لعن كذا إذا كان ما لعنه بينما الأفعال التي تأتي بهذا المعنى التعدي فيها بحروف مختلفة يعني ألحد بظلم لو فسرنا الإلحاد هنا بالميل لقولنا ما لا إلى ظلم ولم يستقم التعدي بالباع وكذلك يلحدون في آياتنا يميلون عن آياتنا وليس فيه هذا لا معنى منه لأن الأفعال التي يبيه معنى كل منها له حرف تعديته والحروف نفسها كما تعلم يقوم بعضها مقام بعضه تشترك في كثير من المعاني والإرادة هنا أيضا قيل المقصود بها الهم مجرد الهم مجرد الهم وعلى هذا يكون هذا من خصائص الحرم لأن الهم إذا كان بالسيئة لا يكتب الهم بالسيئة فلم يعملها وقيل استهنى من ذلك الحرم بدلالة هذه الآية هذا ما يتعلق بالمدلول اللغة شيخنا بالنسبة للإصطلاح هل كلمة الإلحاد تطلق على ضرب معين من الكفري أو الشركي أو هي أوسع دلالة من ذلك لها إصطلاحات مختلفة أو مشاحة في الإصطلاح من الناس من يطلقها على إنكار وجود الله وهذا أكبر شيء يسمى إلحاد ومنهم من يطلقها على كل إنكار للديانات السماوية ديانات كلها فكل منكر للديانات فهو ملحد وهذا الذي اختارته الكنيسة كانت كل طاعن في الديانات تسميه ملحدا في وقتها وكذلك يطلق الإلحاد على ما يشمله لأخذ بالديانات الأرضية والإعراض عن الديانات السماوية فهو كذلك يسمى إلحاد أنا وجدت في كلام الأمة شيخنا توصيف بالإلحاد لبعض المخالفات العقدية فما أدري هل كل مخالفة عقدية تسمى إلحاد أو لا؟ يعني مثلا شيخ الإسلام بن تيمي يقول هذا الذي زعمه من أن الولي يأخذ عن الله في السر ما يتبع فيه الرسل كأمة العلماء مع أتباعهم فيه من الإلحاد ما لا يخفى نعم هذا الصلاح يقصد أن فيه من الإشراك ما لا يخفى فيه هو إشراك الولي في مقام النبوة بمعنى أنه كفر نعم يخرج من الملة نعم إلا قصد به صاحبه ذلك ابن بطة مثلا نعم يقول ومن زعم أن أحد من الخلق صائر إلى غير ما خلق له وعلمه الله منه فقد نفى قدرة الله عز وجل وهذا إلحاد وتعطيل نعم لأنه إنكار للربوبية فمن أنكر خصائص الربوبية معناه أنه يزعم أن لا إله نعم الخلل في باب الأسماء والصفات يسمى إلحاد إذا وصل إلى درجة إنكار ما هو من خصائص الألوهية والربوبية يسمى إلحاد نعم لوجدت الحكم يقول في المعارج أن الإلحاد ثلاثة أنواع إلحاد المشركين الذين يعطلون أو يعطون آلهتهم أسماء الله تعالى إلحاد المشبه الذين يكيفون الصفات الخالق بما يشبه المخلوق إلحاد النحاة وهم الذين أثبتوا أسماء الله ونفوا معانيا فهل المشبهة والنفات وهذا الفرق هذا الصلاح خاص به هو حتى الذي ذكره لكن القول بتكفيره ما أظنهما حل اتفاق لا لا لكن القضية هنا قضية أول شيء أن المشركين كانوا يعطون آلهتهم أسماء الله ما كانوا يعطونها أسماء الله بل كانوا يعطونها ما يجعلونه لله من الذبائح والنذور لكن ما كانوا يطلقون عليها ألقاب الألوهية لا ألقاب الألوهية لكن لا يسمونها بأسماء الله فأسماء الله لها قداستها ولم يستطيعوا حتى البيت الحرام ما كانوا ينصبونه لغير الله ولذلك هو العتيق من الشرك صحيح إذن شيخنا الآن الأخطاء العقدية الفاحشة يمكن أن نقسمها قسمين ما يبلغ منها حد الكفري فلا إشكال في تسميته الحادن اصطلاحا وما لا يبلغ منها حد الكفري وكان شنيعا يسمى الحادن هذا كله كما ذكرنا الصلاحات ولا مشاحة في الصلاح إذا كان هذا الصلاح لدى بعض العلماء لا يمكن ذلك قد يكون هذا لأن المعنى اللغوي محتمل لكل ذلك ولكن الأول متفقن على أنه الأول متفقن على أنه كفر مخرج من الملة والثاني ليس متفقن عليه وما لا يتفق على تكفير به لا يكفر به طيب إنكار نبوات كذلك هو الحادن في الرسول لغة ولكن الحادن الصلاحا أغلبه يتجه إلى لكنه كفر ذهب وصفها ابن الراوندي قال الملحد عدو الدين وهو مشهور بكتابه في إنكار النبوات نعم لكن مع ذلك قد يكون له الحادن في الإلهيات أبو بكر الرازي كان قد ألف كتابا في أيضا نكار النبوات وكذا ورد علي أبو حاتم في أعلام النبوة وسماه أيضا ملحدا نعم غض النظر عن تعيين وصفها هذه الصلاحات لكن كلها تحتملها اللغة جيد إذن نحن نقول الآن أن ما يتعلق بالمخالبات العقدية المكثرة كل ميل عن صراط المستقيم يسمى الحاد اللغة يسمى الحاد اللغة فلا مشاحة إلا يسمى به إنسان مصطرح لديه لكن في الصلاح ليس هناك اتفاق على قدر محدد يجمعون عليه أنه هو الحاد نعم تقريبا هكذا لكن بالنسبة للحاد أغلبه أغلبه مما يدرسه الفقهاء ويذكرونه في باب المستسر بكفره الذي يغير الإسلام ويبطن الكفر كان يسمى بصدر الإسلامي منافقا ثم أصبح يسمى ملحدا ويسمى مستسرا يسمى ملحدا ملحدا ومستسرا عند الفقهاء بالنسبة لهذا يشمل مثلا من يرى أن الحياة ما أدى وأنه لا إله كالشيوعيين ومن يرى أن الطبيعة هي إله الكون المصنع له وهذا كذلك ومن يرى أن الأمور تقع بالطفرة وليس لها تطور نعم تطور وأنها ليس لها تطور هذا كله داخل في هذا الإلحاد طيب شيخ نحن حتى يكون حديثنا مقيدا وقد تفضلته أنه لا مشاحة في الاسطلاة فسنجعل حديثنا في هذه الحلقات عن الإلحاد بمعنين لاثنين فقط الأول منهما الإيمان بعدم وجود الله عز وجل إنكاره والقطع بإنكاره عياذا بالله هذا لا تسميه إيمانا بل هو الكفر بعينه يعني هو الإيمان بالكفر لا يسمى إيمانا الإيمان ضد الكفر إنما قصدت أنا أن الناس في الموقف من الله غير المؤمنين على فريقه الجازمون بعدم وجوده نعم سنسمي الأول إلحادا إيجابيا كما يسميه بعض المحدثين لأنه فيه الفعلة والإيجاب والثاني إلحاد يسمونه السلبي فإذا نحن في هذين مدار وحديثنا في كل ما يأتي كل إلحاد سلبي عندنا وليس فيه إيجابي بلا إيجاب من المعنى أنه فعل حتى فعل الإنكار هو عدمي طيب ما نسميه سلبي إيجابي لكن القصد أننا سنأطل حديثنا في هذين الجانبين ونقاشنا في هذا الجانب من يجزمون بعدم وجود الله عياذا بالله ومن يشكون في وجود الله عز وجل أو لا يؤمنون بوجوده على ارتياب عياذا بالله فهذان هم الصنفان اللذان سنتحدث عنهما في الإلحاد في هذه الحلقات الإلحاد بهذين المعنين شيخنا هل هو قديم أو جديد قديم والذي نقلناه عن نبي حامد حامد هذا لا ينكر وجوده بل في زمانه هو كان المعروفون به في الأمة الإسلامية قلة قلة ولا يعبأ بهم ولا واليوم وفي غير الأمة الإسلامية ما تعرض الغزالي لإحصاء ذلك صحيح لأن في زمانه كانت المصدكية والبعض النحل التي تقوم أصلا على الإلحاد وربما هو قصد لما قال لا يعبئهم بين النظار قصد في المشتغلين بالعلوم وبالعقليات وكذا أنه لم يكن منهم من ينكر وجود الله إلا القليل نعم لكن عموما هو لم يقدم لنا إحصائية دقيقة بالنسب صحيح في الأمم والذي يبدو أنه حسب ما اطلعه عليه من المؤلفات المؤلفين والنظار المتكلمين ينقل شرذة ميسيرة نعم الإلحاد اليوم شيخنا أو ما يسمونه الإلحاد الجديد والذي يؤرخونه بدءا من أحداث 11 سبتمبر يعتبرون مرحلة فاصلة في تحول الإلحاد من مرحلة إلى مرحلة الكتابات الحديثة اليوم تطرح أن الإلحاد القديم كان يمتاز بأنه فردي إلى حد ما قليل إلى حد ما مبني على استشكالات عقلية بينما الإلحاد الجديد تحول إلى شيء آخر وما هو هذا الشيء الآخر؟ تحول أولا إلى دعوة شعبوية كما يقال يعني منتشر قطاع عريض جدا خرج من دائرة النخبة إلى دائرة العموم تحول من مجرد يعني شك في وجود الله وإنكار إلى حماسة مفرطة تحول إلى دين كأصبح الإلحاد دينا لصاحبه يدافع عنه ويناضل ويقاتل ما أظن هذا التحول دقيقا فالذي تحول هو فقط الإرادة تشكيك الناس في دينهم وحشد الوسائل لذلك ومنها وسائل الإعلام كوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها وهذه لم تكن معروفة في الزمان القديم ووجدت اليوم فاستغلت استغلها الملحدون لإشاعته لحادهم واستغلها بعض قوة الاستكبار في الأرض التي تريد أن تجعل من الدين عدوا بالأخص الدين الإسلامي الذي تشبث به أهله وعرف أنه الحق واستماتوا من أجله واستعدوا أن يضحوا بأرواحهم بسبيله فغيرهم من الديانات لا تشكل حجر عذرة في وجوههم فلذلك كل هذه الحملة موجهة لكن تحول إلى شبه ظاهرة في النهاية يعني خذ شيخنا فيما عشناه نحن الآن قبل حدث سبتمبر حتى يام الشيوعية والمد الشيوعي الإلحادي كان الإلحاد أشبه بالدوائر الضيقة قائمة على شخص مثقف وقرأ واستشكل أشياء والإلحاد بالنسبة له موقف عقلي اليوم بلا حد كبير إلحاد موقف نفسه ترى شباب صغار ما قرأوا شيئا ولا عرفوا شيئا وقرأوا كلمتين ويقولوا العياذ بالله أنا نفس الشيء فيما أدركناه في وقت الشيوعية عندما كانت سائدة في الناس كنا نناقش شبابا صغارا يدرسون في الإثثانويات والإعداديات ويلحدون وكانوا ملحدين ويعتمدون على الكتاب ماوسي تونغ وعلى ما يقدم ويمكرون وجود الله ويمكرون وجود الله ويعرون أن لا إله أصلا وأن الحياة مادة وأن هذا العالم كله نتيجة للطبيعة هل توافقون شيخنا على من يرى أن الإلحاد المعاصر السبب الأكبر فيه هو جانب نفسي وليس عقليا وليس جانبا عقليا هذا يحتاج إلى رجوع إلى المصحات النفسية والبحث لا يسأل مقصود مرضا نفسيا مقصود مواقف نفسية المواقف النفسية هي تنموا عن مرض وتنبئوا عنه في الواقع لأن الإنسان قد ينهزم قد يصاب بإحباط قد لا ينجح في مشروع قد لا ينجح في دراسة فيؤدي منه ذلك إلى انكماش عقلي والانكماش العقلي يحجب عنه الحق ونوره فحينئذ قد يصاب بمثل هذه الأمراض والوساوس وكثير من الموسوسين قديما والذين أصيبوا كانت تكباتهم وأزماتهم مسببة لبعض الإلحاد وبعض الشك وتعرف ما حصل لعمر بالخطاب مع صبيق الذي كان يتيبه مثل هذه الأطرحات التشكيكية ويضرب بعض القراري وبعض فضربه بالدرة ضربات على رأسه فسأل منه الدم فقال حسبك يا أمير المؤمنين هو الله لقد خرج عني ما كنت أجي رضي الله عنهم لماذا أقول هذا هناك دراسة شيخ نشرت في مجلة علم النفس اليوم مقالة تستعدى ثلاث دراسات إحصائية ميدانية الأولى أجريت على 171 شخص الثاني على 429 شخص الثالث على حوالي 300 شخص هذه كلها أعداد قليلة من الناس لكن يعني عينة شاهد أن السؤال كان واحد هل الإلحاد كان لسبب عقلي أو نفسي 54% في الدراسة الأولى 50% في الدراسة الثانية 72% في الدراسة الثالثة كلهم يقولون أن السبب الأساسي هو نفسي لو أخذناهم جميعا ما يصابون شيئا نسبتهم جميعا صحيح لكن الدراسات الميدانية هكذا دابها تكون دابا عين مليارات من البشر فهذه نسبتهم قليلة لكن لو ذهبت إلى ما كان في أيام المد الشيوعي وحتى في الغرب في الاشتراكية وحتى في وقت الثورة الفرنسية مثلا فسألت الناس الذين لديهم ردة فعل لأن الثورة قامت على السلطة وعلى ما يوازيها من السلطة الدينية صحيح فقامت الثورة على الديانات كلها فأصبح المديل ما هو؟ إلحاد إلحاد فشاعل إلحاد منذ الثورة الفرنسية وتمسك به الثوار الجدد واعتبروه دينا واعتبروه لا يقال دينا اعتبروه سدا لفراغ الدين الدين ذهب وبقي مكانه فراغ لأن الدين المحرف المبدل الذي كان عندهم أصلا لا يسمن ولا يغني من جوعين ولم يكن يؤدي إلى الإشباع الجوعة الروحية التي يجدونها كان عندهم خواء روحي وهذا لا يختص بالمفكرين والدارسين بل هو يشبر حقا حتى بعمل الناس نعم طيب شيخنا سنقف عند هذا الفاصل ونعود لمواصلة الحديث أيها الأخوة والأخوات فاصل ونعود لكم إن شاء الله مرحبا بكم أيها الأخوات شيخنا الكريم في مسألة الجانب النفسي في الإلحاد لماذا نأصر عليه قليلا الآن إذا فكرنا في قانون الأديام بشكل عام هي تقوم على أن هناك خالقا خلق هذا الكون وجعل له قوانينه التي يسير عليها ووضع نظاما حياتيا يسير عليه الناس هذه الأركان الثلاثة هي أركان الدين ليس فيها أي شيء خالف العقل ومع ذلك تجد الناس يلحدون يعني بحجة أن العقل يرفض هذا ما الذي يرفض العقلا في هذا الواقع المسألة الغالب فيها بعد نفسي وإن تظاهر الإنسان بالعقل نعم هي القضية هنا قضية أن المكونات الغيبية في الإنسان فيها الجانب العقلي والجانب النفسي والجانب الفطري فالإنسان أصلا مفطور على العبودية صحيح كما سأت لو ولد في جزيرة من جزائر البحري ولم يرقى أي معلم لا بد أن يبحث عن شيء يعبده إنه دي إلى عبادة الله عبده إلا عبد حجرا أو شجرا أو غير ذلك لكن لا يمكن أن يكون مستغنيا عن الدين ومستغنيا عن العبادة مطلقا إذا سلمت فطرته إذا سلمت فطرته لكن الفطرة لها مفسدات وهذه المفسدات وذيعت في زماننا وشاعت وذاعت فأضعفت الفطرة وهذه المفسدات منها التكبر والعناد والتقليد هي أغلب المفسدات ومفسدات الفطرة هذه الثلاثة نعم وسنأتي لبرهان الفطرة شيخان إن شاء الله بإذن الله بعد قليل لكن إذا لي أتحدث عن بعض الملاحظات التي ذكرها بعض الباحثين إشعارا بأن الإلحاد لم يكن إلى ما قبل وقتنا هذا ظاهرة بالشكل الكامل بعض الانترابولوجيون الباحثون في هذه الآثار وكذا قالوا دخلنا مدنا بلا قصور ومدنا بلا مدارس ومدنا بلا مطاعم ولكننا لم نجد قط مدنا بلا معابد فالدين معنى الإمام بالله بغض النظر عن صحة الدين كان هو الفطرة هو الغالب عامة منوصفة بالإلحاد في تاريخنا أيضا لم يكن ينكر وجود الله كما رأينا في الأمثلة السابقة لكن هذا الإلحاد بمعنى إن كان وجود الله سبحانه وتعالى يبدو لي أنه من يعني من تداعيات العصر الحديث بالدرجة الأولى بالنسبة للعرب لم يكنوا ينكرون وجود الله بل كانوا في وقت الشدة ينكرون آلهتهم صحيح ويتركون الشرك ويلجأون إلى الله وحده ولا ينسألتهم من خلقه نعم وإذا مستكموا الضروا في البحر ظل من تدعونا إلا إياه هل نحن الآن يمكن أن نقرر أن الإلحاد بمعنى إن كان وجود الله عياذا بالله أو الشك في وجوده إلى حد ما نعتبره ظاهرة جديدة بمعنى بهذا الشكل الموجود الآن أن إذاعته هي ظاهرة جديدة وذلك بسبب الوسائل ليس بسبب أنه لم يكن موجوداً فيها وجود ولذلك أيضاً المبالغة في جعله ظاهرة ما أظنه إيجابياً ولا حقيقياً لأن كل الدراسات التي أقيمت تأتي على نماذج لا تصل إلى ألف شخص لكن هو كما قال أستاذ المهندس فاضل سليمان قال له واحد في المئة في العالم العربي أو الإسلامي ثبت إلى الحادم هي كارثة كبرى صحيح هي كارثة لكن لا نكبرها أيضاً عن حجمها فإذا وجد في الكتاب الذين يكتبونه والذين يغردونه وهم بالملايين وجد فيهم خمسة ستة هذا كان موجوداً في كل الأصور مثل هذا النوع بالنسبة لعالم الغربي قبل في وقت الأول للدولة العباسية عندما ظاهرة الاستسرار التي كانت تسمى الزندقة كان الخليفة المهدي كل من نقل إليه أنه على أخذ بهذه الفكرة نعم دعاه وحقق معه فمن ثبتت عليه الزندقة قتله ردة حتى أنه عفى الله عنه خالفة ببعض المول لأنه إذا جاء المستسر تائباً من غير أن يطلع عليه قبل إعلان توبته لا يقتل لا يقتل وقد جاءه صالح بن عبد القدوس الشاعر صاحب الزينبية صاحب الزينبية وهو شيخ كبير فقال أنه قال أصلح الله الأمير قد كنت ممن أصاب من هذه النحلة وأنا تائباً منيب وأشهد على إسلامه وتركه قال عذرك مقبول فأجلسه إلى جنبه واستنشده بعض شعره فأنشده الزينبية فأجب بها ثم قال هي أي زد فأنشده قصيدته السينية السريعية حتى وصل فيها إلى قوله والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرار رمسه فقال يا حرسي وضع له رأسه بين يديه فقد حكم الشيخ على نفسه فقتله وقد أصف على قتل بشار بن برد الشاعر لأنه أيضا كان ينبز بالزندقة وما ثبت عليه ما ثبت عليه لكن ثبتت عليه شعوبية شعوبين وكان يقول من مخبر عني جميع من مبلغ عني جميع العربي من هو حي منهم ومن ثوا في الترب جدي الذي أسمو به كسرا وساسان وأبي وقصر خالي إذا عددت يوم النسب لا يقول وما حدا قط أبي خلف بعير أجربي لكل الشعوبية لا توجب القتل نعم لكن المهم أنه لما أمر بتفتيش بيته بعد قتله وجد فيه صندوقا مغلقا فقال في هذا مغلقتي ففتحه فوجد فيه لفائف من حرير تلف على شيء فقال هذه مغلقتي فإذا في داخلها حق من فضة ففتحه فوجد فيه ورقة فظلنا أنها تتعلق بهذا فإذا فيها قال ما بعده فإني قد هممت أن أهجب آل سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس فذكرت قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركتهم لتلك القرابة وقلت بيتين لا يزريان بدين ولا خلق وهما دينار آل سليمان ودرهمهم كالبابليين شدة بالعفاريتي لا يوجدان ولا يرجع لقاؤهما كما سمعت بهاروت وماروت فضحك الخليفة وحتى استلقى وكان يستثقل بني عمه بني سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس فقال لو وجدتها في حياته لما قتلته لأجل إيمانها أو لأجل هجائي ما هجاهم هجان مقضعا لكن استثقل أعود إلى مسألة تاريخ الإلحاد بالنسبة لعالم الغرب اليوم وقد رأينا في النسب التي ذكرت بعضها بانتشار الإلحاد في تقديركم ما الأسباب في أن الإلحاد انتشار في الغرب اليوم أكثر مما كان لأن الدين الذي في الغرب الذي نديهم دين لا يوافق عقلا ولا فطرة ويقيد الناس دين إذا ذهبنا إلى اليهودية فعقيدة اليهود أن الرب الذي يجب عليك أن تعبده وتسجد له وتعلق به حوائجك فقير لا يملك شيئا وأنه بخير لا يعطي شيئا وأنه ضعيف تصارع ما يعقوبه صرعه يعقوب ودينهم مبني على الخرافة ودى جل أنهم أن يعقوب أخذ العهد على الله لا يعذب أحد من ذريته إلا يجاب معدودات ونفس الشيء بالنسبة للنصرانية وهي أكثر شيوعا وذويوعا في الغرب مبنىها على أن الرب واحد وهو في نفس الوقت ثلاثة الثلاثة واحد الواحد ثلاثة وأنه لما تكاثرت عليه ذنوب عباده أنزل لهم ولده الوحيد الذي هو هو ليقتلوه ويصلبوه فيكون ذلك تكفيرا لسيئاتهم جميعا من شارك منهم بجريمة ومن لم يشارك من مات منهم ومن لم يولد كلهم يحتمل عنهم يحتمل عنهم كل السيئات فولد الرب هو الرب والرب قتل من زمان وصلب فلماذا تدعون الناس إلى عبادته وقد قتلوا واتهى هل يمكن أن يقال شيخنا أن تقدم العلم الذي حصل كان له دور لأن الكنيسة مثلا كانت تربط كثيرا من الظواهر الطبيعية بالله عز وجل ربطا بغير ما أسباب ظاهرة للناس أو تقول أن هذه الأمراض مثلا سببها كذا أو كذا فلما اكتشف العلم الأسباب المادية لهذه الأشياء كفر بهذه الكنيسة ومن وراءها نعم لكن مع ذلك أمور أخرى لأن الأسباب متعددة كانت الكنيسة ممالئة للأنظمة التي جثت على الظالمة نعم لأنظمة الظالمة التي جثت على رؤوس شعوب صدورها مدة طويلة وحالت بينها وبين التقدم ووضعت أيديها على خيرات شعوب أملاكها ومقدراتها فكانت دائما كانت الكنيسة ورجال الدين دائما معها هل يقال أن هؤلاء حملوا الدين وحملوا الله سبحانه وتعالى كل أخطاء الكنيسة وضلالها لا هم ما يقال حمل الله لا يجوز مثل هذا لكن يقال حمل دينه المحرف المبدل أقصد في وهمهم وتصورهم أن الكنيسة هي الله أو تمثل الله عز وجل فإذا كانت هي هكذا فهي تمثل الدين عندهم نعم فالدين عندهم سبب للتأخر وخرافة مناف للعقل ومناف للفطرة وليس له أي أثر ولا ثمارة في حياة النساء فأصحابه رجال الدين الذين يحرمون على أنفسهم الزواج يقعون في الفواحش الأخرى وفي كل وقت تظهر فضائحهم من اللواط والزنا وغير ذلك ويأخذون أموال الناس فهتزت ثقة بهم ويأخذون أموال الناس بالباطل وقد كان هذا قديما سلمان فارسي ذكر ما كان عليه أصحابه من الديانة في قومهم وما كانوا يسرقون ويكنزون وما حمله على المفارقة نعم إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يمفقونها بسبيل الله يمشرهم بعدها من أليل طيب شيخنا مركزية الإنسان في الرؤية الغربية الحديثة أو ما يسميه بعض المعاصر تأليه الإنسان والشعور بأنه هو مركز الكون هل يمكن أن يكون أيضا سببا؟ لا الإنسان هو عين الكون أو هو نكتته نكتة العالم وهذا يزيده تعلقا بالله الذي شرفه وهذه نعمة نعم الله بهذا الإنسان لا هم مشكلة ينظرون بالعكس ينظرون أنه هو الذي يسيطر على الطبيعة ويتصرف فيها وليس أن الطبيعة مسخرة له من قبل الله فبالتالي المنظور مختلف لا لكن الواقع أن العقل يقتضي هذا الإنسان لما شرفه الله وخلق له ما في الأرض جميعا وغفر له كل احتياجاته وسخر له كل هذه الأمور وذلل له هذه الحيوانات الضخمة الجمل الضخم الكبير يقوده الطفل الصغير الفيل الكبير يخيس للإنسان ويذلل له وذللناها له فمنها ركوب وهم منها يأكلون شق الطرق البرية والجوية والبحرية إزالة الجبال الثقوب في الأرض والأنفاق التي تمر من تحت البحار الاتصالات في مشارق الأرض ومغاربها كل هذا سخره الله للإنسان فهذا يقتضي من الإنسان شكرا لهذه النعمة وإقبالا على بارئها ومن أنعم بها عليه ويقتضي منه تمام التواضع له وتمام الإقبال عليه لكن هو أولاه استغل كما قال سبحانه نعم لكن هذا إذا عرفنا حقيقة وعرفنا أن كل ما ناله الإنسان في الدنيا لا يساوي شيئا مما في الآخرة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما رأاهم يلمسون ذيابة وكيدري دومة كان ملك ذومة الجندل وجاء يلبس ذيابة من حرير تعجبون من نعومتها وقال والله لما ناديلوا ساعدين يا معاذ في الجنة خير منها وقال لموضع صوت يا أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها نظرية داروين المشهورة في كتابه أصل الأنواع أنا سأتي له فيما بعد كقضية كبرى تناقش لكن إذن تلمس دورها في شيوع الإلحاد ريتشارد داوكنز هذا الملحد المشهور يقول الموقف العقد الطبيعي قبل نظرية داروين هو الإيمان ولو وجدت قبل لحظة داروين لكنت مؤمنا وهم يرون أن هذه النظرية هي أوجدت إلى حد ما في ظنهم الملحد المطمئن لإلحاده لأنه قدمت له تفسيرا لوجود هذا الكون وخلقه هل النظرية فعلا ما تستحق كل هذه الأمور النوارية نفسها ليست نوارية وإنما هي مجرد تخيلات وخبط عشواء معظم مؤسسات العلمية استقرر لا وأيضا حتى ليس فيها شيء مقنع من رأى إنسانا سويا جميلا عاقلا مفكرا متكلما تطور أعطاه الله سبحانه وتعالى كل هذه الأمور فزعم أنه كان قردنا وكان دودتنا وكان لا شكرا هذا بعيد جدا من ملايين السنين شيخ أنا يمكن تتغير فيها الأشياء وتتغير أو منها سأناقش النظرية بتفصيل لاحقا لكن هي مطروحة كواحد من الأسباب التي ساعدت على انتشار الإلحاد لأنها قدمت مهادا يبدو على الأقل علميا للملحد أنه أنا لا أؤمن بوجود الله لأن التفسير هو كذا وكذا بينما قبل هذه النظرية لا أؤمن بوجود الله طيب ما تفسير وجود الخلق لم يكن هناك هذا فقط هو هو مثل اعتماد الذين يعتمدون على الخرافة في وقت النبوة فكان كثير من العرب يعتمدون الخرافة ويعتمدون على الطيارة والدجل حتى قال ابن مسعود وما منها حد إلا ويقصد يجد شيئا من الطيارة لأنه تربى عليها في الجاهلية لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ولما سأله لأعرابي قال إني أرى البعير الأجربة يرد على الإبل السليمة فينتشر فيها الجرب فهو الذي عدها قال فمن أعدى الأول رده إلى قانون العقل فقال فمن أعدى الأول فانقطع طيب شيخاني إذا صرنا إلى العالم العربي والعالم الإسلامي لماذا انتشرت ظاهرة الإلحاد الآن بأكثر مما كانت لوسائل التواصل وأصبح العالم من ذابة القرية الواحدة وأصبح الإنسان يتلقى من عدة جهات ولم يعد لم تعود وسائل التلقي خاضعة لأي رقابة من قبل كانت فيه كتب الاطلاع المحدود وكان فيه في المكتبات الآن الآن ما يستطيع أحد طيب شيخاني سأطرح عليكم أسبابا تداولها بعض الباحثين وأريد رأيكم فيها واحد من الأسباب قالوا غلبت يعني طبع الجرأة وسرعة اتخاذ القرارات على الجيل الجديد أمامنا جيل الجديد أصبح عجلا وليس فيه طبع التأني والسكين وبالتالي هو بشر أو غير بشر هو بشر البشر بطبعهم لكن أنت ترى الفرق بين الجيل وجيل في هذه الجهة لكن يوجد فيهم المتأنونة ويوجد فيهم أصحاب العجلة يعني تجد الشاب يتخذ قرارا للحاد عياذا بلا لخاطرة فقط اخترت في بالي هكذا لا لم يتخذ ذلك وإنما كان الواقع وسوحدثك به ووحدث به المشاهدين والسامعين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وأن هذه الفتنة ليست باختيار الإنسان وإنما هي ابتلاء فالفتن يقذفها الله في قلب من لا يرتضيه فيفتنه بها ويصده عن دينه وقد تعهد بصرف الذين لا يرتضي خدمتهم للدين فقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغج يتخذوه سبيلا وقال يؤفك عنه من أفك وقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وقال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وقال وأقسموا بالله جهد آيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون فالإيمان نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده ومن لم يشرفه الله بذلك من لم يجعل الله له نورا فما له من نور حتى لو قامت عليه كل الحجج ورأى القيامة بعين بصره كلمته الملائكة وكلمه الموتى وكل القوانين التي يعرفها بالكون رأى خلافها لا يمكن أن يؤمن إلا إذا شاء الله له الإيمان والعكس أيضا صحيح من أراد الله له الإيمان لا يحتاج إلى المعجزات ولا يحتاج إلى الإقناع العقلي سيؤمن ويظهر له ذلك بذر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته فعرفت أن وجهه ليس وجه كذا ألقى الله في قلبي الإيمان كرمكم الله شيخنا لا شك أن هذا هو الأصل في قضاء الله وقدره وإرادته وإنما تناقش الأسباب صحيح نحن نناقش الأسباب لكن هذه إشارة في غاية الأهمية حقيقة هي هذه هذه إشارة في غاية الأهمية حفظكم الله لكن أيضا نطرح من الأسباب المذكورة الثورات العربية والربيع العربي قالوا من جهتين الجهة الأولى أن مزاج الثوري عادة قد يمتد بالإنسان فيثور على كل ما يعتبره من الثوابت وثاني أن النكسة التي أعقبت هذا الربيع والإحباط الذي شاع معها أيضا أورث حالة من التردي في العلاقة بالله عز وجل والإيمان فكانت من أسباب الإلحاد أنا أرى أن القضية للتواصل والتناقل للمعلومات هي السبب الأساسي لإشارة أي فكر من الأفكار المنحرفة وكذلك الأفكار الصالحة أيضا فهذه الوسائل والوسائل للتواصل معينة جدا على نقل الأفكار وكثير من الناس يتلقون كثيرا من الأفكار بألسنتهم لا بقلوبهم فينطقون بها مباشرة صحيح فالله تعالى ذكره في قصة الإفك إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم لكن هذا المزاج الثوري ما ترون أنه سبب إضافة إلى ما حصل بعد ذلك من سقوط القوانين أقصد فما عد هناك مثلا منع من ظهور الملحدين أو كلامهم علانا فاجتمعت كل هذه كلها من آثار يمكن أن يكون هذا مشجعا يمكن أن تكون بعض اللحظات وبعض الأحوال مشجعة سواء كان ذلك في الثورة أو في الثورة المضادة فكل ذلك ممكن طيب شيخ أنا ما يقوله البعض من أن ضعف الخطاب الشرعي لكن الإمكان ليس دليلا على الثبوت القضية هنا تحتاج إلى رصد تاريخي فإذا عرفنا أنه في تونس وفي مصر حصل ما لم يحصل في الجزائر وما لم يحصل في المغرب وما لم يحصل في البلد الفلاني فيما ظهر إلى السطح نعم لكن ما نسبته وما حده وأنه بهذا التاريخ جاء بعد الثورة أو الثورة المضادة في الوقت الفلاني وأصبح ظاهرة وقال بيه فلان وفلان وفلان نعم ربما قد يكون من الأسباب أن الثورة نزعت الغطاء تحتاج إلى رصد تحتاج إلى رصد علمي دقيق ولا يقال فيها بالرجم بالظنون لكن مثلا ما نراه نحن فيما نحتك به من الناس وكذا أن المزاج الشعبي العام الذي أصبح عنده قابلية التمرد يشجعه هذا يعني من قبل مثلا حتى سلطة المشايخ ورجال الدين كانت لها هيبة بحيث أن الإنسان لا يجرع على المخالفة ويفكر ألف مرة قبل أن يخالف فلما صار المزاج الثوري العام وسقطت هيبة الأشياء كلها بدأ من رأس الهرم إلى أسفل من ذلك فصار من السهل جدا علي أن يتحدث ببعض الكوارث الدينية والعقدية ولا يبالي بأحد ما عنده مشكلة الشيخ فلان قال ولا الشيخ فلان قال هذا يمكن أن يكون التصور في بعض البلدان لكن بعض البلدان كان النظام هو الحامل للإلحاد وهو الحامل الكفر وهو الحامل الفجور والفسوق وكان هو المشجع على كل ذلك وبعد أن استقام الشارع وانتظم أصبح كثير من تلك المظاهر لم يعود موجودا وأصبح كثير من الناس في ليبيا مثلا الذين كانوا يطوفون حول القبور الآن الدولة كانت تشجعهم بعد أن ذهبت الدولة جاء التطرف وجاء التشدد وجاء فصار العكس في هذا العكس نفس الشيء بالنسبة للحانات والخمور في تونس التي كانت قبل الثورة لم يعود هذا ممكن بعد الثورة كثير من الأمور المظاهر التي كانت يحميها النظام وهي من باب ما يسمونه الإغال في الحريات الزائفة لم تعود الآن موجودة سأذكر لكم السببا شيخ نختم بهذا الحلقة ونواصل في الحلقة التالية وهو سبب قد يبدو غريبا لكن قال بعضهم أن من أسباب شيوع الإلحاد أن الذين تصدوا لظاهرة الإلحاد في البداية كانوا هم النصارى جهود النصارى في مقاومة المد الإلحادي في عدد المؤلفات والكتب والبرامج أكثر من جهود المسلمين والدين النصراني بطبيعته ضعيف وفيه مآخذ كثيرة وبالتالي لما صار هو في واجهة الإلحاد ممثلا للدين سهل على الملحدين أن ينقضوا عليه فبدأ الدين ضعيفا في الجملة بالنسبة للبدايات كما ذكرت لك نعم كانت النصرانية متهمة لأن الثورة الفرنسية كانت على النصرانية وعلى رجال الدين والكنيسة لكن كون التصدي السابق سينسحب على الله نحن تصدي الحالي الآن بعد سبتمبر وشيوع ظاهرة الإلحاد الجديد كما يسمى كان لرجال الدين المسيحيين والكنائس جهود واضحة في محاربة الإلحاد كإلحاد لكن تلك لا تؤثر على جهود المسلمين ولا تتقاطع معها فلذلك كونها تضعفها من الأمور المستغربة ما وجه الاستغرب شيخا إذا كان هذا كبار الملحدين أنا أألف كتابا في مجال معين في القانون الجنائي ونصراني معين ألف كتابا في القانون الجنائي ضعف كتابه هو لا يؤثر على كتابه لا لكن كتابك أصلا لم يكن يوجد أصلا جاء متاخر لكن اليوم ما كتب اليوم أكثر متابعة ما كتب اليوم سنناقشه إن شاء الله لا أنا أقصد أن هذه أنا مثلا إذا هذا الدرس لو نشر اليوم وتابعت الذين نزلوه والذين حملوه تجد الآلاف بينما درس قبل سنوات صحيح الذين حملوه بالمئات فقط أقل من ذلك فاليوم عالم السرعة والعولمة يقتضي هذا الانتشار طيب عندي سبب هنا مهم لكن إذا بدأته سيطلب الحديث فسأخره إن شاء الله إلى الحلقة القادمة هو ما يتعلق بالخطاب الشرع الديني ومدى كفاءته في محاربة الإلحاد فأستأذنكم أن نتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة إذا أخونا أخوات نلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمتال للجهلي كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعاطف هدى يزهو بأنواري معالم ترسم الدربة وتثر العقل والقلبة يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثر العقل والقلبة يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا ترجمة نانسي قنقر